كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده طلبت من واشنطن الإفراج عن عشرة مليارات دولار مجمدة إثباتاً لحسن النية قال عبداللهيان أن الولايات المتحدة استعانت بوسطاء في الأمم المتحدة الشهر الماضي في محاولة لإجراء اتصالات وتوقفت المحادثات غير المباشرة بشأن أحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح النووي في يونيو الماضي ينظم إلينا من واشنطن مراسلنا مجدي يزجي إذن هل يبدو الرئيس جو بايدن في مزاج للتوقيع على الشك بعشرة مليارات دولار لصالح طهران من أجل العودة إلى مفاوضات فيينا؟ الإجابة القصيرة يوسف لا لا يبدو أبدا الرئيس الأمريكي في حالة مزاجية تسمح له بتوقيع على مثل هذا الشك الكبير جدا عشرة مليارات دولار طبعا لا رد رسمي حتى اللحظة يوسف من الإدارة الأمريكية على هذا العرض الإيراني بخصوص العودة للاتفاقات النووية المعلقة منذ شهر يونيو الماضي ولكن الصحافة الأمريكية تحدثت وباستفادة عن هذا الموضوع وقالت أن فيما لو قبلت الإدارة الأمريكية بمثل هذا الشرط المسبق من قبل إيران فإنها ستتخلى عن نفوث كبير خلال المفاوضات النووية المستمرة وبالتالي أيضا تحدث الخبراء والمحللون الأمريكيون يوسف وقالوا أن الغاية النهائية لإيران أصلا من كل هذه المفاوضات هو إلغاء العقوبات والإفراج عن الأرصد المالية الإيرانية في الخارج وتحديدا في كوريا الجنوبية واليابان وبالتالي لو قدمت هذا التنازل واشنطن فإنها ستتخلى عن نفوث كبير لها في هذه المفاوضات المقبلة مع إيران والمستمرة والمعلقة وهي تؤكد أيضا على موقف أكثر تشددا من إيران بوضعها شروط مسبقة على هذه المفاوضات المعلقة ولكن آخر تصريح كان لوزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكل قال فيه أن الكرة في ملعب إيران وأن الوقت ينفد ولا يمكن أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأبد في هذه المفاوضات وقد تصل واشنطن وإدارة جو بايدن إلى مرحلة تشد أن هذه المفاوضات غير مجدية لها بعد الآن ولكن علينا أن ننتظر الأيام المقبلة والرد الرسمي الأمريكي على هذا العرض الإيراني يوسف شكرا جزيلا لمراسلنا من واشنطن مجدي يازجي